الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطالب زهراء حسن بريسم قسم البرامجيات المرحلة الثانية دراسة صباحة عنوان التقرير ميموري ضمن مادة معالجة مايكروية بإشراف الإستاذ أحمد ستار في البداية الذاكرة من وجهة نظرة بنية الحاسوب تدل على أي جزء اعتيادي ألكتروني أو ميكانيكي قادر على الحفاظ على المعلومة المخزنة فيه مدة محددة ومعلومة فبمجرد قدرة هذا الجزء على تذكر الرقم أو القيمة التي استندت إليه وعادتها في أي لحظة نريد ضمن المدة المحددة لعملها تقسيم الذاكرة حسب مواصفاتها أولا حسب حالة الذاكرة والتيار الكهربائي المقصود من هنا قدرة الذاكرة على الاحتفاظ بالمعلومات عند انقطاع التيار الكهربائي عنها فذاكرة نونا فالتال تحتفظ بقيمتها لمدة طويلة جدا وتكون هذه المدة غير محدودة حتى وبدون تيار كهربائي كالذاكرة روم التي تحتوي برنامج البايوس في اللوحة الأم وكمثال على الذاكرة ذات المدة المحدودة هناك ذاكرة فلاش المكونة لإقراص اس اس دي أما ذاكرة الفلاتل فتفقد كل المعلومات التي تحتويها فور انقطاع التغذي عنها كما هو الحال في ذاكرة الرام أو الذاكرة المخبئة كاش أو الذاكرة بوفر التي نصادفها في الأقراص الصالبة ثانيا حسب حالة البيانات داخل هذه الذاكرة هناك العديد من الأنواع الذاكرة والكل نوع بيئة خاصة به وهذه البنية التي وهذه البنية هي من تحدد موقع بيانات الذاكرة من الإعراب فأما أن تكون البيانات للقراءة فقط أو يمكن أن تسمح وتعاد كتابة الذاكرة من جديد وبشكل كل فقط أو يمكن الوصول إلى أي خانة من الذاكرة وتعديلها ولكن هناك سؤال كيف تكتب البيانات في حال كانت الذاكرة للقراءة فقط في الحقيقة هناك أحدى طريقتين أما أن يتم وضع البيانات على الذاكرة إثناء تصنيعها أي أن الذاكرة تصنع المعلومات معينة موجودة عليها والغرض من هذه الذاكرة هو احتوائها على هذه القيم كذاكرة الروم القديمة أو أن الذاكرة قابلة للبرمجة مرة واحدة فقط فتصنع الذاكرة على شكل حجرات فارغة ويتم الكتاب عليها مرة واحدة فقط كذاكرة بي روم ثلاثة حسب طريقة الوصول إلى البيانات في الذاكرة وهنا لدينا حالتين أما وصول مباشر فبمجرد وصول العنوان إلى الذاكرة يتم ومن خلال مرحلة فك التشفير واحدة للوصول إلى الهدف والحصول على القيمة المخزنة في هذا الموقع كما في ذاكرة EP روم أو أن يكون الوصول غير مباشرا عن طريق عدد من دارات فك التشفير كما في دايناميك الروم أربعة حسب حالة البيانات أثناء تغذية الذاكرة هنا لدينا أحد الوضعين الأول أن تحافظ الذاكرة على المعلومات التي اختزنتها ما دامت موصولة مع التغذية طبعا هنا الحديث فقط عن ذاكرة الفولتال وتسمى هذه الذاكرة بالستاتيك أو أنها تفقد المعلومات بشكل تلقائي وللحفاظ على المعلومات بداخلها يجب عمل تحديث دائم لهذه الذاكرة Refresh وهذا النوع من الذاكرة يسمى ديناميك خمسة حسب وجهة الذاكرة وهي تقسم إلى نوعين أساسيين وهو أما تفرعي أو تسلسلي وطبعا الواجهة الفرعية أسرع ولكنها تشغل حيزا أكبر وتحتاج إلى عدد كبير من الموصلات لنقل العناوين والبيانات أما التسلسلية فهي تتميز بصغر حجمها واستهلاك أقل الطاقة الكهربائية وحاليا تم استبدال شرائح الذاكرة التي يحمل عليها البايسوك بشرائح تسلسلية وهناك أيضا نقطة يجب الانتباه إليها أن الواجهة نفسها بغض النظر عن نوعها تكون على نوعين فهي أما تزامنية أو غير تزامنية المصطلحات الخاصة بالذاكرة أولا المحل الذاكري أو الموقع الذاكري وهو عبارة عن مجموعة من الخلايا التي يخزن فيها العدد الثنائي أما صفر أو واحد وعدد هذه الخلايا يكون ثابت في كل ذاكرة فمثلا بعض الذاكرة تكون فيها كل موقع عبارة عن ثمان حجرات أي تتسع لثمان بيتات أي واحد بايت وهو ما يسمى عرض الذاكرة ثمين عنوان الذاكرة وهو عبارة عن رقم يدل على الموقع الذاكري ولكل موقع عنوانه الخاص الذي نحتاجه في عمليات القراءة والكتابة من وإلى الذاكرة وعدد العنوين التي تملكها الذاكرة يسمى طول الذاكرة ثلاثة صفحة الذاكرة غالبا ما يتم تصنيم الذاكرة بشكل مربع أو ضن عن المستطيل كي تتسع إلى معلومات أكثر في مساحة أقل بسبب الحاجة إلى دارات فك تشفير أقل تعقيد لذلك يتم تجميع كل عدد معين من الموقع الذاكرة داخل الذاكرة بحيث تشكل جدول ويصبح الوصول إلى هذه الذاكرة يحتاج إلى معرفة قيمتين هما رقم الصف ورقم العمود ورغم ذلك يبقى للموقع الذاكرة عنوان واحد ويتم الحصول على رقم العمود من خلال العنوان نفسه وهذا وهنا نحتاج إلى دارات فك تشفير للعنوان وصول غير مباشر أربعة سعة الذاكرة وهي مساحة الذاكرة الكلية ويمكن الحصول عليها عن طريق ضرب طول الذاكرة بعرضها بعدد صفحاتها خمسة كثافة الذاكرة وهي حجم الذاكرة التي يمكن أن تتسع إليها واحدة بغض النظر عن نوع الذاكرة وحجمها هناك مبدأ واحد لوصل الذاكرة مع المعالج وهو كالتالي أولا ممر العناوين أدريس بس الطريق الذي تسلكه العناوين عنوين الذاكرة عندما تنتقل من المعالج إلى الذاكرة ثانيا ممر البيانات وهو عبارة عن الخطوط النحاسية التي تسير عبرها القيم المخزنة في الحجرات الذاكرة بين المعالج والذاكرة كتابة أو بين الذاكرة والمعالج قراءة ممر باتجاهين ثلاثة ممر التحكم وهو المسؤول عن نقل الإشارات التحكم كتحديد للعملية قراءة أم كتابة من المعالج إلى الذاكرة ممر باتجاه واحد طريقة الوصول إلى الموقع الذاكري هناك سببين للوصول إلى العنوان الذاكري وهما أما لقراءة القيمة المخزنة أو لكتابة قيمة جديدة في هذا الموقع وهناك طريقة واحدة للوصول وهي العنوان وتتم القراءة بحسب التتابع التالي أولا يقوم المعالج بإرسال العنوان المطلوب والوصول إليه على ممر العناوين المتصل بخطوط العنوان الخاصة بالذاكرة ثانيا يقوم فك التشفير بترجمة هذا العنوان والوصول إلى موقع الذاكري المراد الحصول على تعليمات منه ثلاثة يقوم المعالج بإعطاء أمر القراءة للذاكرة من خلال ممر التحكم أربعا يقوم الموقع الذاكر بإرسال القيمة المختزنة بداخله إلى الممر المعطيات داتاباس وتصل عندها البيانات إلى المعالج أما الكتابة إلى الذاكرة فتتم بالشكل التالي أولا يقوم المعالج بإرسال العنوان المطلوب الوصول إليه على ممر العناوين المتصل بخطوط العنوان الخاصة بالذاكرة اثنين يقوم فك الشفرة الشفرة بترجمة هذا العنوان والوصول إلى الموقع الذاكري المدرد الحصول على تعليمات منه ثلاثة يقوم المعالج بإرسال القيمة المراد كتابتها في الذاكرة إلى ممر البيانات أربعا يقوم المعالج بإعطاء أمر الكتاب للذاكرة من خلال ممر التحكم خمسة يقوم الموقع الذاكري بقراءة القيمة الموجودة على خطوط البيانات الخاصة بالذاكرة ويقوم بحفظها بداخله عنوان الذاكرة تتكون ذاكرة نظام الكمبيوتر من مفاتيح ألكترونية صغيرة مع كل مفتاح في إحدى الحالتين مفتوح أو مغلق ومع ذلك من الأنسب التفكير في هذه الحالات على أنها صفر واحد بدلا من اعتبارها مفتوحة ومغلقة وبالتالي يمكن أن يمثل كل مفتاح قليلا تتكون وحدة الذاكرة من ملايين هذه البتات لجعل الذاكرة أكثر قابلية للإدارة يتم تجميع ثمان بتات في بايت يمكن بعد ذلك النظر إلى الذاكرة على أنها تتكون من سلسلة مرتبة من البايت يتم تحديد كل بايت في هذه الذاكرة من خلال رقم التسلسل الذي يبدأ بصفر كما هو موضح في الشكل 13 ويشار إلى هذا باسم عنوان ذاكرة البايت تسمى هذه الذاكرة ذاكرة بايت قابلة للعنونة لأن كل بايت لها عنوان فريد في الحوسبة عنوان الذاكرة هو إشار إلى موقع ذاكرة محدد يستخدم على مستويات مختلفة بواسطة البرامج والأجهزة عنوان الذاكرة هي تسلسلات ذات طول ثابت من الأرقام التي يتم عرضها بشكل تقليدي ومعالجتها كأعداد صحيحة بدون إشارة تستند هذه الدلالات العددية إلى ميزات وحدة المعالجة المركزية مثل مؤشر التعليمات وسجلات العنوان التزايدية وكذلك عند استخدام مثل مؤشر التعليمات وسجلات العنوان التزايدية وكذلك عند استخدام الذاكرة مثل مصفوفة معتمدة من قبل لغات البرمجة المختلفة عنوان الذاكرة هي أرقام أيضا لذا في وحدة المعالجة المركزية 32 بت يتكون عنوان الذاكرة من 32 بت أنه يعمل تماما مثل الجمع المعتاد ولكن الحد الأقصى للرقم هو واحد وليس تسعة الرقم العشر صفر هو صفر 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 ثم تضيف واحد وتحصل على صفر 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 واحد وتضيف واحدا مرة أخرى ويكون لديك صفر صفر واحد صفر كما موضح في الشكل التالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته